الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و صلى الله على محمد النبي الأمي الهادي البشير والسراج المنير و على أصحابه وأهل بيته الطيبين مشاهدين الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء جديد و برنامج أدب الدنيا و الدين و نستهل حديثنا في هذه الحلقة عن الحياء فنقول و بالله مستعينين اعلم أن الخير و الشر معاني كامنة تعرف بسمات دالة كما قالت العرب في أمثالها تخبر عن مجهوله مرآته و كما قال سلم بن عمر الشاعر لا تسأل المرأة عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر فسمة الخير الدعة والحياء و سمة الشر القحة والبذاء و كفى بالحياء خيرا أن يكون على الخير دليلا و كفى بالقحة والبذاء شرا أن يكون إلى الشر سبيلا و قد روى حسان بن عطية عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء و العي شعبتان من الإيمان و البذاء و البيان شعبتان من النفاق و يشبه أن يكون العي في معنى الصمت و البيان في معنى التشادق كما جاء في الحديث الآخر إن أبغضكم إليا الثرثارون المتفيقهون المتشدقون و روى أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان و الإيمان في الجنة و البذاء من الجفاء و الجفاء في النار و قال بعض الحكماء من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه و قال بعض البلغاء حياة الوجه بحيائه كما أن حياة الغرس بمائه و قال بعض البلغاء يا عجبا كيف لا تستحي من كثرة ما لا تستحي وتبقى من طول ما لا تبقى و قال بعض الشعراء وهو صالح ابن عبد القدوس إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماءه حياؤك فاحفظه عليك و إنما يدل على فعل الكريم حياؤه و ليس لمن سلب الحياء صاد عن قبيح ولا زاجر عن محضور فهو يقدم على ما يشاء و يأتي ما يهوى و بذلك جاء الخبر روى شعبة عن منصور ابن ربعي عن أبي منصور البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يا ابن آدم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت و ليس هذا القول إغراء بفعل المعاصي عند قلة الحياء كما توهمه بعض من جهل معاني الكلام و موضعات الخطاب و في مثل هذا الخبر قول الشاعر إذا لم تخشى عاقبة الليالي و لم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير و يبقى العود ما بقي اللحاء و اختلف أهل العلم في معنى هذا الخبر فقال أبو بكر بن محمد الشاشي في أصول الفقه معنى هذا الحديث أن من لم يستحي دعاه ترك الحياء إلى أن يعمل ما يشاء لا يردعه عنه رادع فليستحي المرء فإن الحياء يردعه و سامعت من يحكي عن أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة أن المعنى فيه إذا عرضت عليك أفعالك التي هممت بفعلها فلم تستحي منها لحسنها و جمالها فاصنع ما شئت منها فجعل الحياء حكما على أفعاله و كلا القولين حسن و الأول أشبه لأن الكلام خرج من النبي صلى الله عليه و سلم مخرج الذم لا مخرج المدح لكن قد جاء الحديث بما يضاهل قول الثاني و هو قوله صلى الله عليه و سلم ما أحببت أن تسمعه أذناك فأتهي و ما كرهت أن تسمعه أذناك فاجتنبه و يجوز أن يحمل هذا الحديث على المعنى الصريح فيه و يكون التأويل الأول في الحديث المتقدم أصح إذ ليس يلزم أن تكون أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم كلها متفقة المعاني بل اختلاف معانيها أدخل في الحكمة و أبلغ في الفصاحة إذا لم يضاد بعضها بعضا و أعلم أن الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه أحدها حياؤه من الله تعالى و الثاني حياؤه من الناس و الثالث حياؤه من نفسه فأما حياؤه من الله تعالى فيكون بامتفال أوامره و الكف عن زواجره و روى بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال استحيوا من الله عز وجل حق الحياء فقيل يا رسول الله فكيف نستحي من الله عز وجل حق الحياء قال من حفظ الرأس و ما حوى و البطن و ما وعى و ترك زينة الدنيا و ذكر الموت والبلا فقد استحى من الله عز وجل حق الحياء و هذا الحديث من أبلغ الوصايا و قال أبو الحسن الماوردي مصنف الكتاب رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في المنام ذات ليلة فقلت يا رسول الله أو صني فقال استحي من الله عز وجل حق الحياء ثم قال تغير الناس قلت و كيف ذلك يا رسول الله قال كنت أنظر إلى الصبي فأرى من وجهه البشرى و الحياء و أنا أنظر إليه اليوم فلا أرى ذلك في وجهه ثم أتكلم بعد ذلك بوصايا و عضاة تصورتها و أذهلني السرور عن حفظها و و جدت أني لو حفظتها فلم يبدأ بشيء صلى الله عليه و سلم قبل الوصية بالحياء من الله عز وجل مشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود و نواصل مشاهدين الكرام أهلا و سهلا بكم مجددا قبل الفاصل تحدثنا عن الحياء و نحن نقرأ من كتاب أدب الدنيا و الدين لمؤلفه أب الحسن الماوردي فنكمل و نقول و قد روي أن علقمة ابن علاثة قال يا رسول الله أعظني فقال النبي صلى الله عليه و سلم استحي من الله تعالى استحياءك من ذوي الهيبة من قومك و هذا الحياء يكون من قوة الدين و صحة اليقين و لذلك قال النبي صلى الله عليه و سلم قلة الحياء كفر يعني من الله لما فيه من مخالفة أوامره و قال صلى الله عليه و سلم الحياء نظام الإيمان فإذا حل نظام الشيء تبدد ما فيه و تفرق و أما حياؤه من الناس فيكون بكث الأذى و ترك المجاهرة بالقبيح و قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من اتقى الله اتقى الناس و روي أن حذيفة بن اليمان أتل الجمعة فوجد الناس قد انصرفوا فتنكب الطريقة عن الناس و قال لا خير في من لا يستحي من الناس و قال بشار بن برد و لقد أصرف الفؤاد عن الشيء حياء و حبه في السوادي أمسك النفس بالعفاف و أمسي ذاكرا في غد حديث الأعادي و هذا النوع من الحياء قد يكون من كمال المروءة و حب الثناء و لذلك قال صلى الله عليه و سلم من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له يعني و الله أعلم لقلة مروءته و ظهور شهوته و روى الحسن عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه و سلم إن مروءة الرجل ممشاه و مدخله و مخرجه و مجلسه و إلفه و جليسه و قال بعض الشعراء و رب قبيحة ما حال بيني و بين ركوبها إلا الحياء إذا رزق الفتى وجها و قاحا تقلب في الأمور كما يشاء و قال آخر إذا لم تصن عرضا و لم تخش خالقا و تستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي و أما حياؤه من نفسه فيكون بالعفة و صيانة الخلوات و قال بعض الحكماء ليكن استحياءك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك و قال بعض الأدباء من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر و دعا قوم رجلا كان يألف عشرتهم فلم يجبهم و قال إني دخلت البارحة في الأربعين و أنا أستحي من سني و قال بعض الشعراء فسري كإعلاني و تلك خليقتي و ظلمة ليلي مثل ضوء نهاري و هذا النوع من الحياء قد يكون من فضيلة النفس و حسن السريرة فمتى كمل حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة فقد كملت فيه أسباب الخير و انتفت عنه أسباب الشر و صار بالفضل مشهورا و بالجميل مذكورا و قال بعض الشعراء و إني ليثنيني عن الجهل و الخنى و عن شتمي ذي القربة خلائق أربع حياء و إسلام و تقوى و طاعة لرب و مثل من يضر و ينفع و إن أخلى بأحد وجوه الحياء ل لحقه من النقص بإخلاله بقدر ما كان يلحقه من الفضل بكماله و قد قال الرياشي يقال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يتمثل بهذا الشعر و حاجة دون أخرى قد سخت لها جعلتها ل التي أخفيت عنوانا إني كأني أرى من لا حياء له و لا أمانة و أسطى القوم عريانا مشاهدين الكرام في ختام حلقتنا هذه نسأل الله لنا و لكم دوام الصحة و العافية و جعلنا الله و إياكم ممن يستمعون للقول فيتبعون أحسنة و إلى أن ألتقي بكم في حلقة مقبلة أستودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته